موسيقى قبل ملايين السنين خلق الله العالم الكواكب والنجوم والسماوات وخلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق الله الأرض لم تكن الأرض مثل ما هي عليه اليوم موسيقى كانت البحار تغمرها والنيازك تضرب الأرض والبراكين تبرز من الجبال مشتعلة ترمي بحممها إلى أن هدأت الأرض واستقرت وبدأت مظاهر الحياة فيها من حيوانات ونباتات تهيأت الأرض لاستقبال أول إنسان أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة فقالوا سبحانك ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بعث الله الملك جبريل ليأتيه بتراب من أديم الأرض من المرتفعات والسهول ومن الأرض السفخة المالحة ومن الأرض الخصبة العذبة ومزه التربة بالماء وأصبح الطين المتماسكة فشكل منه ما يشبه هيئة الإنسان فتبخر الماء وأصبح الطين حجرا صلبا يابسا ثم نفخ الله من روحه في هذا الصلصال فدبت فيه الروح وأصبح بشرا سويا يتنفس ويدير نظره يمنة ويسرة أخذ يتأمل حاله وجاءت اللحظة الفارقة بين الحق والباطل إنها لحظة الاختبار الكبرى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أمر الله أن تسجد الملائكة لآدم أن تسجد لما خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه سجدت الملائكة جميعا فالملائكة لا تعرف شيئا سوى طاعة الله ولكن كان هناك مخلوق آخر لم يسجد كان إبليس وهو من الجن في عداد الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود إكراما لآدم عليه السلام وكان إبليس مخلوقا من النار شديد الطاعة لربه كثير العبادة له حتى استحق من الله أن يقربه إليه ويضعه في صف الملائكة ولكن إبليس عصى هذه المرة الأمر الإلهي بالسجود لآدم وشمخ بأنفه وتعزز بأصله قال الله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنا خير منه لقد خلقتني من النار أما آدم فمخلوق من الطين النار أفضل من الطين أسجد لمن خلقت طين قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ربي ربي إني لم أقصر في طاعتك وعبادتك أمهلني أمهلني يا رب أمهلني إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال الله عز وجل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأغوينهم أجمعين أعطى الله سبحانه وتعالى إبليس اللعين ما طلبه من نعيم الدنيا والسلطة على بني آدم الذين يطيعونه وجعل مجراه في دمائهم ومقره في صدورهم إلا الصالحين منهم فلم يجعل له عليهم سلطان عصى إبليس الأمر الإلهي بالسجود لآدم وظل يلتمس الأعذار إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيه من السجود لآدم وما فتأ يتدرع بطاعته وعبادته لله تلك العبادة التي لم يعبد الله بمثلها ملك مقرب طرد الله إبليس المتكبر من حضرته طرده من رحمته فحقد إبليس على آدم حسده أولا ثم حقد عليه وأصبح شغله الشاغل كيف يقضي على آدم وكيف يضله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أرد الله تعالى أن يعلم الملائكة حكمة خلق آدم عليه السلام فسألهم عن أسماء بعض الأشياء فردت الملائكة بتنزيه الله وأنها لا تعلم شيئا وكان الله قد علم آدم الأسماء كلها فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأهم آدم فأدركوا حكمة الله سبحانه وأن هذا المخلوق الترابي قد استحق التكريم منهم بالسجود له وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون خلق الله آدم وحيدا لا يجد من يألفه ويشاركه أفراحه وأحزانه ولما نام آدم واستيقظ ونظر إلى جانبه فقال آدم من أنت لم تكون هنا قبل أن أنام فقالت حواء نعم فسأل آدم هل جئت خلال نومي فأجابته حواء نعم فقال آدم من أين جئتي قالت حواء جئت من نفسك وأنت نائم خلقني الله من ضلعك فسألها آدم ولماذا فعل ذلك فأجابت حواء لتسكن إليه فقال آدم الحمد لله كنت أشعر بالوحدة فقالت حواء سألتني الملائكة عن اسمي قبل أن أنام ولكن ما أدري ما أجيب فقال آدم سأسميك حواء لأنك خلقت مني وأنا إنسان حي ثم قال الله له أسكن أنت وزوجك الجنة ولكن الله حذره أن يقرم من هذه الشجرة أو أن يسمع كلام إبليس فيخدعه لأن إبليس يحسده وهو عدو له ولزوجه توعد إبليس لآدم أنه سينتقم منه هو وذريته بل إنه جاهر أمام رب العزة بهذا الوعيد وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم وسلاح إبليس هو الغواية والإغراء والوسوسة ووصف الحق تعالى كيد الشيطان بأنه ضعيف وقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا امرح يا آدم امرح وتمتع أنت وزوجك تمتع قبل أن تحرم منها إلى الأبد سأدعوهما ليأكل من تلك الشجرة وعندها وعندها ستشقى يا آدم ستشقى وسوف تطرد من الجنة أنت وزوجك هل لا؟ هل لا رأيتما أشجار الجنة كلها؟ يقول آدم نعم رأيناها جميعا وأكلنا من ثمارها أكلتم من ثمارها ما فائدة ذلك؟ ما فائدة هو أنتما لم تأكل من شجرة الخلد إنها شجرة الملك الملك الدائم والحياة الأبدية وعندما تأكلان من ثمارها تصبحان ملكين في الجنة يقول آدم لقد نهانا ربنا عن الاقتراب منها لو لم تكن شجرة الخلود لما نهاكما عنها إنني أنصحكما أن تأكل منها عندها عندها سوف تصيران ملكين لن تموتا أبدا ستصبحان خالدين تنعمان في الجنة إلى الأبد قال آدم كيف أعصي ربي؟ لا لن أفعل فانصرف إبليس عنهما غير يائس فقد عزم على أمر ولا بد من إبرامه عزم على الانتقام من آدم ولكنه وجده لم ينسى بعد ميثاق ربه ولكي يحقق اللعين هدفه في إضلال بني البشر كان لابد أن يبدأ بأب البشر فيخرجه وزوجه من نعيم الجنة إلى شقاء الأرض ومكابدة الحياة فيها وجاءهما الشيطان للمرة الثانية بالمكر والخديعة والله إني لحزين ومهموم لأجلك يا آدم فإنك إذا ضللت على هذا الحال فستخرج مما أنت فيه إلى ما أكرهه لك نسي آدم تحذير الله عز وجل له من إبليس وعدوته وغره وتظاهر إبليس بالعطف عليه والحزن لأجله كما زعم فقال لإبليس وما الحيلة حتى لا أخرج مما أنا فيه من النعيم الحيلة الحيلة معك أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أشر إبليس إلى الشجرة التي نهى الله آدم وحواء عن الأكل منها وتابع قائلا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين واطمأن آدم إلى إبليس اللعين مع أنه عدوه المبين ثم تذكر وقال أحقا ما تقول أقسم بالله إني لك يا آدم لمن الناصحين تأكل من الشجرة أنت وزوجك فتصير معا في الجنة إلى الأبد لم يظن آدم أن مخلوقا لله تعالى يحلف بالله كذبا ولذلك صدق إبليس وفي تلك اللحظة الرهيبة نسي آدم الميثاق الذي أخذه الله عليه فكر في نفسه أنه يستطيع أن يبقى ذاكرا لله وفي نفس الوقت يعيش حياة الخلود في تلك اللحظات المثيرة مد آدم وحواء يديهما واقتطفا من ثمار الشجرة وأكلا منها لقد فعلتها فعلتها خدعك إبليس يا آدم أيها المخلوق الترابي الضعيف أصبحنا جميعا عصاع خدعتك ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين نسي آدم ميثاق ربه ولم ينجح في أول اختبار له فكان ضحية لخداع إبليس أكل آدم من الشجرة المحرمة وكذلك فعلت حواء في تلك اللحظة حدث شيء عجيب تساقطت عنهما ثياب الجنة أصبح عريانين وبدت لهما سوآتهما وكانا يشعران بالخجل من نفسيهما فذهبا يصنعان ثوبا من أوراق شجر الجنة يستر ما بدى من سوآتهما شعراب الندم والخوف والخجل لقد ارتكب المعصية ولم يسمع كلام الله وسمع كلام الشيطان الذي فر بعيدا وتركهما وحدهما بكى آدم بسبب خطيئته وبكت حواء ليتهما لم يسمع كلام الشيطان ثم قال وهما يركعان لله ندم نتوب إليك يا ربنا فاقبل توبتنا وتجاوز عن خطيئتنا وقد ورد في الحديث أنه لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك يا رب قال يا آدم اخرج من جواري فبعزة لا يساكنني فيها من عصاني وبكى آدم لما سمع الأمر الإلهي بالخروج من الجنة وبكت الملائكة على هذا المخلوق التي سجدت له تكريما كان آدم قد تعلم من قبل أن المغفرة والتوبة والندم تغسل الخطايا لهذا تاب وأناب إلى الله قال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والمراد اهبطوا إلى الأرض اهبطا أنتما وإبليس إلى الأرض ستستمر العداوة بينكما وبينه سوف يستمر في خداعه لكما ولكن من يتبع أمري ومن يتبع كلماتي فسأدخله جنة الخلد أما من يكذب ويكفر فسيكون مصيره مصير الشيطان فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هبط آدم إلى الأرض غريبا مستوحشا المكان لا أحد على هذه الأرض غيره يسير على غير هدى هو وزوجه وهنا عرف آدم أن استمرار الحياة على الأرض لابد له من وجود تناسل وخلق أنفس من أنفس أصبح آدم جاهزا لأن يكون خليفة في الأرض يعمرها ويسكنها ولا يفسد فيها لهذا سجدت له الملائكة تصورت الملائكة في بداية الأمر أن آدم سوف يفسد بالأرض ويسفك الدماء لكن آدم يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة ولا تعرف أن المخطئ يستطيع أن يصحح خطأه ويتوب من أجل هذا خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض الأرض امتحان للإنسان هل يعبد الله كما أمره؟ أم يتبع خطوات الشيطان؟ كان آدم يعمل ويشقى ومعه زوجته حتى لا يموت جوعا وهكذا مضت حياتهما بين العمل والعبادة أصبحت الأرض سكنا لآدم وبنيه من بعده إلى يوم الوقت المعلوم وتمضي الأيام تلو الأيام كانت حواء ترد في البطن الواحد توأمين ولدا وبنتا وفي البطن الثاني توأمين كذلك ابنا وبنتا فيحل زواج ابن البطن الأولى من ابن البطن الثانية ولكن كان هناك من لم يقبل بتلك القسمة أمسكت بك يا إقليمة أفلت منك ثانية لن تلحق بيها هابيل ماذا تفعلان يونة؟ ألا تخافان خطر الضار والسباع؟ أخي قابيل مرحبا هيا لتشاركنا اللعب هابيل أين أنت؟ أبي يسأل عنك فلننصرف من هنا قبل أن يحل الظلام هيا سألحق بكما مع إقليمة بل ستذهب الآن معي ولا الشأن لك بإقليمة قلت هيا اهدأ يا قابيل ولا داعي لهذه الحدة سلنهدأ جميعا يا إخوة ولننصرف من هنا جميعا هيا وكان قابيل يؤذي أخاه دائما ويستغله فيجعله يحرث له الأرض إضافة إلى عمله في رعي الماشية فكان قابيل يقوم بالحرث والزراعة وهابيل يقوم بالرعي وكان آدم يتألم من ذلك ونصح ابنه قابيل فقال له كن طيبا يا قابيل مثل أخيك لا تكن شريرا إن الله لا يحب الأشرار ولكنه كان عنيدا ولا يستمع لنصائح أبيه وأصبح قابيل صيدا سهلا لحبائد الشيطان ووسوسته فأمثال قابيل هم من يبحث عنهم إبليس وأعوانه ليضلوهم عن الصراط المستقيم ألن تأتي لمساعدتي يا قابيل؟ لقد تعبت إني أقوم بالعمل وحدي ابقى مكانك لا تأخذك به شفقة إني أخذ قيلولتي تحت ظلي هذه الشجرة ولا أشعر بالرغبة في العمل هيا واصل عملك ولا تتكاسل ولكنها أرضك أنت وأنا أريد أن أرعى غنمي وأخشى عليها من الذئاب والسباع ما هذا؟ ما هذا؟ كيف تجرأ عليك هذا الهر يا قابيل؟ كيف؟ لا لا إنه لا يكن لك أي احترام ولا يهابك كن حازما مع كف عن الشكوى يا هابيل وافعل ما أمرك به لو كنت تحسن معاملتي لأديت هذا العمل عن طيب خاطر هداك الله يا أخي هداك الله هل سمعت ما قاله؟ هل سمعت؟ قابيل إنه يسبك لا 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 لقد تجاوز حدوده معك ولا بد من تأديبه هيا هيا انهض ولا تأخذك به رحمة هيا بماذا كنت ترخي وتثبت أيها العين؟ أسمعني صوتك هيا انهض نعم نعم هكذا يا عزيزي كي يعلم أنك الأقوى والأفضل نعم حتى يخشاك ولا يعصي لك أمره كنت أدعو الله أن يهديك يا أخي وأن ينجيك من الشيطان إنها المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يخوضونها على علم والعاقبة مكشوفة لهم في وعد الله الصادق الواضح المبين وعليهم تبعت ما يختارون لأنفسهم وقد شاءت رحمة الله أن لا يدعهم جاهلين ولا غافلين فأرسل إليهم الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين قابيل يكره أن يراني مع أخي هابيل ويتعمد إهانته أمامي لا أظن أن الأمر يتعلق بك يا أختا كل ما في الأمر أن قابيل يشعر أن أخاه هو المقرب لأبينا وهذا ما يضايقه أتمنى أن لا يتعبد الأمر ما تقولين ولكن القلق ينتابني خوفا من حدوث شيء بينهما اترد هذه الأفكار السيئة يا حبيبتي واهدئي هيا هيا بنا دعني واهدي الآن يا ليبود وسألحق بك بعد قليل قل قل واشرب وتمتع يا آدم لا أحتنكن ذريتك سأقعد لهم بالمرصاد ستكون لي أنا أيضا ذرية تملأ الأرض هو أتباع يتبعون أمري ويفسد عليكم حياتكم ولما كبر أبناء آدم قرر أن يزوجهم لكي يستمر نسل البشر على الأرض وكانت حكمة الله أن يزوج كل واحد من أخت التوأم الآخر فكان على قابيل أن يتزوج من ليبودة وهبيل يتزوج من إقليمة وهذا ما جعل الحقد والغيرة تشتعل في قلب قابيل أرد إبليس أن يدفع جميع البشر من آدم وذريته إلى المعصية وأن يشعل بينهم العداوة والبغضاء فراح يوسوس لأبناء آدم حتى استطاع أن يوقع الفتنة بينهم ويشعل نار العداوة والشقاق بين الإخوة جميعا أكاد أشم رائحة الدم وقد غطت كل مكان في الأرض يا زيتونة ماذا تقصدين يا ياقوتة؟ إنه سلسال الدم بين ذرية آدم سلسال لن ينتهي حتى قيام الساعة لقد صدق ظن إبليس فيهم وستكون الخطيئة الأولى التي لن يغفرها الله إنه الصراع الأزالي بين الخير والشر طالما وجد إبليس على هذه الأرض إلى متى هذا التخاصم بينكما يا إخوة؟ أما أنا الأوان لتصفى قلوبكما؟ أنا لا أحمل أي ضغينة تجاه أخي قابيل بالعكس أنا أحمل له كل الحب والود لن تصفى القلوب حتى يعود الحق لأصحابه أي حق يا قابيل؟ إقليمة توأمي وأنا أحق بها آه ليتني اختفيت من على وجه الأرض ولا أرى ما يحدث بينكما أنت تريد أن تأخذ ما ليس لك هل أحدثك مرة أخرى عن ما سنه أبونا وأصبح عرفا؟ وأنا لا أعترف بهذا العرف يا هابيل إن قابيل يعلم جيدا أنك الأحق بتوأمه فلهذا يكرهك ويحقد عليك ابتعدي أيتها الأفكار والهواجس الخبيثة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم يا قابيل لابد أن تحسم هذا الموقف لصالحك مهما كلفك الأمر لا تكن طيبا هكذا يا هابيل فأنت الأحق بإقليمة جميلة دافع عن حقك وإقليمة من حقك أنت أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم أراد قابيل أن يستأثر بأخته وتوأمه ورفض زواجها من هابيل فكان القربان هو الحل فأيهما قبل الله قربانه فهو الأحق بها أبي أنا لا أريد أن أعصي لك أمرا ولكني لا أوافق على فكرة القربان أخي من سيتقبل قربانه ستكون إقليمة زوجته لا لن أسلم لن أسلم قابيل قابيل إلى أين أنت ذاهب قابيل قابيل أبي جئت إليك أطلب الصفح عن ما بدر مني في ساعة الغضب يمسح آدم على رأس ابنه ناصحا إياه بالابتعاد عن طريق الشيطان إن الشيطان نزغ بيني وبين أخي هابيل فيروي له آدم كيف أن الشيطان يترصد من يتمكن الحسد والطمع من قلبه وحذر آدم عليه السلام ابنه قابيل من هاتين الخسلتين أبي لن يتمكن الشيطان مني لقد قبلت بحكمك قبلت بالقربان فادعوا الله لي يا أبي امتثل الأخوان قابيل وهابيل لما حكم به آدم عليه السلام بأن يقدم كل منهما قربانا بعد أن أوحى له الله بذلك حتى ينتهي الخلاف بين الأخوين وها هو هابيل يتخير من أغنامه أثمنها وأملحها ليقدمها إلى الله قربانا ترى ماذا ينوين؟ إنه ينتقي أعواد القمح ليقدمها قربانا قابيل أيضا أعد قربانا؟ ماذا أعد؟ أعوادا من القمح فلنترقب من ستقبل السماء قربانا لا شيء لدي سوى أعواد القمح أقدمها قربانا ماذا تفعل يا قابيل؟ كما ترين أعد قرباني لقد أحسن هابيل اختيار قربانه قابيل أيها الأحمق ما هذا الذي تحمله؟ إنها أعواد قمح يابسة إبليس وجنوده يشعلون نار الكراهية والضغين بين الأخوين ها هم يترقبون ما سيحدث لقد نجح إبليس في إغواء قابيل وإضلاله ومضى الاثنان إلى التلال وراح هابيل يسوق كبشه وتركه فوق التل وراح هابيل يسجد متضرعا لله أن يقبل قربانه وصعد قابيل التل وألقى بكوم القمح بالقرب من كبش هابيل وقد بدى عصبيا لا يدري ماذا يفعل ولم يتقبل قابيل رفض الله قربانه برضا وخضوع بل واجهه بتمرد واحتجاج واتجه إلى البغي والعدوان فبدأ بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن قائلا لا أقتلنك في لهجة تنضح بالحقد والحسد الطاغي الذي ينفجر في صدره كالحمم ناسيا أنه حكم الله وقضاؤه ولكنه الحسد ذلك الحسد الذي يواجه فيه الحاسد المحسود من غير ذنب جناه إلا أن الله أنعم عليه ولم ينعم على الحاسد هابيل أين قابيل؟ لا أدري إلى أين ذهب لم يرضى بحكم القربان وتوعدني بالقتل ما ستقول؟ ما سمعته يا إقليمة قالها في لحظة غضب مؤكد أنه لا يعني ذلك لا مددت إليه يدي فأبى ووعدني بالقتل نظرة عينيه أخافتني أدعو الله أن يعود إلى رشده دعا آدم لهابيل أن يتقبل الله قربانا ولم يدعوا لك لقد خدعوك كلهم تآمر عليك أيها المسكين وماذا عسايا أفعل الآن؟ خذ حقك بيدك ولا تستسلم لقد هجرتهم هجرت الجميع ولن أعود إليهم لا 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 يا قبيل يجب أن تعود ولكن لا بأس أن تختلي بنفسك بعض الوقت لتعيد ترتيب أفكارك ثم بعدها ماذا بعدها؟ بعدها تعود لتأخذ حقك حقك الذي سلبوه منك إقليمة إقليمة لم تعود لي ولكن لا ستكون لي نعم إقليمة لي وحدي وحدي أنا لا أعرف سوى كلمة واحدة سأقتلك يا هابيل قلت هذا كثيرا أنت أجبن من أن تقتل رك تتظاهر بالشجاعة اعلم أنني لا أخافك حقدك وحسدك جعل منك شيئا حقيرا تافه النفس لا تنصت إلي ونفذ ما عزمت علي اقتله يا قبيل اقتله كي تفوز بحبيبتك إقليمة ألقي بهذا الحجر الذي بيدك إنني أعيذك أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من الظالمين اقتله الآن اقتله لقد أخذ منك إقليمة هل نسيت؟ سأقتلك يا هابيل مرة أخرى أقولها لك لئن بصدت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك ولكن هذه الكلمات الرقيقة المفعمة بالإيمان لم تنفذ إلى قلب قابيل القاسي الذي أوصد أذنيه أمام توسلات أخيه وجمد قلبه من كل مشاعر الحب والرحمة يا أخي لقد ظلمت نفسك يا أخي هابيل أخي أخي أفق أفق يا هابيل 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 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تبدل حال قابيل فزال عنه الغضب وركبه الخوف ترقب بلهفة أن ينهض أخوه أو يتحرك إنحنى فوقه وأخذ يهزه برفق ولكن لم يستجب ناداه برجاء فلم يستجب تطلع حوله خائفا ولكن لم يكن هناك من حي إلا الأغنام التي تبعثرت في الوادي بعد أن غاب رعيها شعر آدم بالحزن والقلق وأدرك أن شيئا ما قد حدث حين رأى أغنام هابيل مبعثرة في الوادي دون راع وأخذ ينادي على ابنه هابيل لكن أحدا لم يجب أدرك آدم ساعتها كل شيء وعرف أن قابيل قتل أخاه إنها البداية فقط يا آدم فلينفطر قلبك على ولدك هابيل حقق إبليس وعده أظلمت الدنيا في وجه قابيل وسؤال واحد كان يدور في ذهنه ويرح عليه بشدة ولا يجد إجابة عليه كيف يخفي جثة أخيه وبينما هو غارق في مخاوفه وأفكاره رأى أمامه شيئا عجيبا ما أحزنه من مشهد قابيل لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه ما كان أغناه أن يعيش هذه اللحظة البائسة فلتعض أصابع الندم أيها لابن العاق على ما أجرمته في حق أخيك خدعه إبليس وأضله ثم تخلى عنه ما أشد لوعة قلب آدم وحواء على مخابيل دعينا نشاهد ماذا سيفعل هذا الشقي يا ويلتي يا ويلتي أحجست أن أكون مثل هذا القراب فواري سوءة أخي إنه الخسران المبين يا قابيل الخسران المبين واتن عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين بكى قابيل كثيرا لأنه قتل أخاه وبكى لأنه كان عاجزا قليل الحيلة وهو يحمل أخاه ولا يدري ماذا يفعل به فأرسل الله إليه الغراب ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه هنا أدرك قابيل كم هو جاهل لا يعرف شيئا وأن الله أرسل إليه ذلك الغراب ليتعلم منه كيف يواري سوءة أخيه اندلع حزن قابيل على أخيه هابيل كالنار فأحرقه الندم واكتشف أنه الأسوأ والأضعف وأنه قتل الأفضل والأقوى هنا حزن آدم حزنا شديدا على خسارته في ولديه مات أحدهما وكسب الشيطان الآخر وهكذا نأتي إلى نهاية قصة آدم عليه السلام في صراعه هو وأبنائه مع إبليس العين وقصة هابيل وقابيل التي تلخص لنا قصة البشرية منذ فجر الإنسانية